شاهد العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم طفرة كبيرة في بناء وتشييد المساجد والجوامع ودور العبادة وأيضا ترميم وتأهيل عدل كبير منها لسيما المساجد القديمة والتاريخية والأثرية حيث تشكل دور العبادة والمساجد والجوامع سواء التاريخية والأثرية وحتى الحديث منها تراثا إسلاميا ثمينا وموروثا إنسانيا وحضاريا يحمل خصوصية ومكانة رفيع لدى المجتمع البحريني يقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين مسجد كل ستة وثلاثين يوما منذ عام 1999 إلى الآن وأكثر من نصف المساجد الحالية تم تشهيدها في عهد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه العهد الزاهر الذي شهد إعمارا لبيوت الله من الجوامع والمساجد في كافة محافظات المملكة ولم يتوانى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق التوجيهات المستمرة لخطة تطوير وإعمار وإعادة ترميم وإصلاح المساجد والجوامع على مدار العام وعلى مدى سنتين كانت ولزالت الجهات المعنية على قدم وساق لتنفيذ هذه الخطة بما يسهم في مواصلة إعمارها وتهيئتها أمام المصلين وفقا لأعلى معايير الجودة المعمارية والتصاميم الإسلامية أما وقفات أهل الخير كثيرة مفادرات تكاد لا تحصى ولا تعد من خلال المساهمة في إنشاء وترميم وإصلاح دور العبادة والتي كان لها الدور الكبير في زيادة روابط المحبة والتآخي وتجسيد القيم النبيلة التي يتحلى بها أبناء مملكة البحرين فثقافة العطاء والعمل التطوعي هي ما جبل عليه أهل المملكة وهي متأصلة في الجذور إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية حظيتا بدعم حكومي على مدى السنوات هذا الدعم أفضى بها إلى نتائج تحققت في فترة وجزة على أرض الواقع وفي مختلف محافظات المملكة إعمارها والاهتمام بها يعكس إيمان جلالة الملك المعظم العميق بدورها الحيوي كمنابع للوحدة المجتمعية ومنابع للخير تسهم في تعزيز القيم الإسلامية والروابط الاجتماعية ومبادئ الوحدة والسلام فهي تقدم إلى العالم رسالة الإسلام في أبهى صورة كدين يدعو إلى السلام والتعايش ترجمة نانسي قنقر